يسأل يقول هل إذا قمت من الليل مثلا يلزمني أن أفتش هل نزل مذي أم لا جماد بارك الله فيك و رضي عنك بالنسبة للأصل في الأشياء والأصل في الإنسان الطهارة و ليس الحدث ولا النجاسة فأنت إذا قمت مثلا من الليل تريد أن تصلي ليس هناك داعي إلى أن تفتش ما دام أنك ما شعرت ببلل ولا شعرت بشيء تقوم تتوضى وتصلي بارك الله فيك أما إذا شعرت ببلل نعم في هذه الحالة تذهب وتغسل المذي لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد بن الأسود الكندي حينما سأله بعثه علي يسأله و كان رجلا مذاء قال يغسل ذكره و يتوضى أما إذا ما شعرت لا الأصل في الأشياء الطهارة و النظافة